أهلا بك عزيز الطالب مع وحدة مباركة من وحدات مادة أصول الدعوة وهذه الوحدة تبين لنا الأطر التي من خلالها تتحرك الدعوة في ربوع المعمورة عنوان هذه الوحدة أركان الدعوة إذ إن سيارة لا تتحرك بلا أطر وبلا موتور ومحرك يحركها من البشر وكذلك الطائرة لا تحلق في الهواء بلا وقود أو قائد فكذلك الدعوة لا بد لها من أركان ومن هنا عقدنا هذه الوحدة وفق دروس متعددة أولها الدرس المتعلق بالداعية الداعية هو أول عنصر من عناصر العملية الدعوية ونعرض لك هذا الدرس عزيز الطالب في العناصر التالية العنصر الأول نبين فيه مفهوم الداعية نعرفك بالداعي وما هي الأطر التي يعيش في رحابها وينطلق منها في أداء دعوته العنصر الثاني نقف بك عزيز الطالب على أهمية الداعية وفضله وقيمته في أداء الدعوة أيضا لابد أن نقف بك على الصفات التي يجب أن يتحلى بها الداعية والآداب التي لابد أن يتخلق بها ويتحرك في رحابها وأيضا نبين الأطر أو المناهج التي تعيننا على إعداد الداعية الذي يقوم بنشر دين الله في الآفاق أما عن هذه العناصر فأولها التعريف تعريف الداعية من هو الداعية؟ الداعية هو المبلغ للإسلام والمعلم لأركانه والمبين لوحدات الإسلام بين الناس والساعي إلى تطبيقه إذن المعلم أو الداعية هو القائم بالدعوة وفي هذا المعنى يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا انظر الآية قد اجتملت على الخصائص أو الصفات أو التعريف الدقيق للداعية إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا فهذه العناصر الأربعة تمثل لنا مفهوم الداعية أما العنصر الثاني فلابد لنا أن نبين لك أهمية الداعية وفضله الداعية أهميته في العملية الدعوية هامة جدا وذلك من عدة جوالب من حيث موضوعه الذي يدعو إليه الإسلام يدعو إلى دين الله عز وجل ولما كان الإسلام هو أعظم التعاليم التي أرسلها الحق تبارك وتعالى إلى البشرية وقد ارتضاه لها فإن الداعية قد نال مكانته من موضوعه الذي يدعو إليه وهو الإسلام لماذا؟ إرضاء لله عز وجل وحصورا لجنته يقول تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الحسن كله والنقاء كله في هذا الذي يقوم بعملية الدعوة ونشرها في الآفاق أيضا مما يبين أهمية الداعية أن وظيفته هي أشرف الوظائف على الإطلاق لماذا؟ لأنها عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأنبياء قاموا بأشرف مهمة وهي الدعوة إلى دين الله عز وجل ومن هنا كانوا أشرف البشر وإن أعظم وظيفة قاموا بها التي تدل على عظمتهم وعلى مكانتهم ما أكدته الآيات القرآنية يقول تبارك وتعالى وهو يبين حال الرسل والمبشرين حال الأنبياء جميعا رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما الغاية العظمى والوظيفة المثلة التي قام بها الأنبياء أنهم قاموا مبشرين ومنذرين الإنذار والبشارة الإضاح للناس في إطار افعل ولا تفعل هذا هو منهج الدعوة الذي قامت عليه لماذا؟ إقامة للحجة على البشر أمام الله حتى لا ينكروا دور الأنبياء والمرسلين كذلك من بياني أو مما يبين أهمية الداعية أننا من حيث أجره وثوابه نراه وعد بالأجر الكبير والفضل العظيم كيف لا؟ ومهمتهم هي أعظم مهمة خلق من أجلها البشر وهي تعريف الناس بدين ربهم وتعريفهم بربهم يقد جاء في الحديث النبوي الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإذم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا وهكذا الغنم بالغرم والجزاء من جنس العمل فمن يدعو إلى الخير يكون له نصيب من الخير ومن يدعو إلى الشر يكون له حتما نصيب من الشر تلك كانت بعض صور أهمية صور التي تظهر لنا أهمية الداعية وما كانته بين الناس ترجمة نانسي قنقر